بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمره وحلو العقدة باللسان يفقه قولي صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيمة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على اللبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إذا سألون في يوم الحساب بما أفنيت عمرك في الشباب بدون تردد هذا جوابي أنا وجميع من فوق الترابي فداء تراب نعلي أبي ترابي قال الله تعالى في محكم كتابه ومنيف خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها لأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه آمننا بالله صدق الله العلي العظيم تعجيلا لفرج المولى المفدى المهدي المظفر والهاد المنتظر الغائب عن معاينة الأنظار والحاضر في قلوب الأخيار قطب عالم الإمكان صاحب العصر والزمان وشمولنا هذه الساعة بخفي ألطافه ومزيد عناياته عطروا مجلسكم هذا بذكر صلاة على محمد وآل محمد على محبة الزهراء لا بأس بالثانية على محبة الحسن والحسين الثالثة يرحمكم الله نعم هذه أحسن الله إليكم هذه ذكرى عيد الغدير الأغر بداية ومقدمة هاتاني آيتان من سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية هذه الآية الشريفة أو خلينا نقول هاتان الآيتان الشريفتان ألا وهما الآية رقم سبعة ورقم ثمانية من سورة البينة في الجزء الثلاثين سورة البينة آخر آيتان من هذه السورة تشير إلى صفات خير البرية إن الذين آمنوا أول صفة أول صفة لخير البرية شنو إن الذين آمنوا الإيمان ما هو الإيمان؟ أخواني أنت قد تعتريك شبهة أو أخرى لازم عندك مفتاح مفتاح للإجابة عنها صحيح لعل أنت صحيح لعل أنت مثلاً إذا عندك مجال معين عندك فجوة فراغ للكلام لتفنيد الشبهة تقدر مثلاً إذا شبهة أو أخرى تقدر ترد عليها أما لازم عندك مفتاح مثل مثلاً هذا مثل ما هذا موجود في الديانات الأخرى في الديانات الأخرى لما نتقول لأنت شنو شعارك شنو شعارك شوفوا أصلاً ليش إحنا عندنا ذلك ومن يعظم شعائر الله ليش إحنا نقول الحسين من شعائر الله لأن أصبح شعار أصبح رمز ذلك ومن يعظم شعائر الله الديانات المتعددة عنده شنو عنده شعائر يعني عنده هتافات عنده كلمات كلمات تنم عما يقوله ذلك الدين عما يقوله ذلك الدين مثلاً أنا أعطيك مثال على سبيل المثال زين الديانة الصابئية المندائية مثلاً مثلاً هذه تنتمي إلى يحيا ابن زكريا يحيا ابن زكريا اللي يدعى بيوحنى المعمدان يوحنى المعمدان من طقوس هذه الديانة شنو عندهم من طقوس هذه الديانة تعميد الخطأ يعمدونهم ما زالوا عندهم هذا الطاقس يعمدون الخطأ في الماء كل سنة أو في مناسبات معينة يأتون عند النهر عند بركة أو ما إلى ذلك وبعدين شنو وبعدين يعمدون أنفسهم يقولون أول أول من جاء بالتعميد هو يحيا ابن زكريا يسمون يوحنى المعمدان طبعا هذه الديانة توحيدية كانت لكن تعرضت للتحريف الحين الحين بعضهم بعضهم مو كلهم يعبدون مو كلهم يعبدون القمر ويعبدون النجوم والكواكب وعلى هذا المعتقد يعيشون على الشواطع عادة ما زالت هذه الديانة موجودة يعيشون على الشواطع حسب معتقدهم وحسب ما قلنا من غسل التعميد لأن عندهم طقوس معينة يعمدون أنفسهم في الماء ويعتقدون بأن هذا التعميد يغسل خطاياهم وذنوبهم وهفواتهم وزلاتهم شاهد حديثي الديانة الصابئية اللي أيضا تنقسم إلى الصابئية المندائية والحرانية هذه بحوث علمية بحتلسنا بصددها لكن شاهد حديثي مثلا لما تجي لهم تقول العفو أنتو شنو شعاركم يقول عندنا شعار ثلاثة احفظها شنو شعاركم يقول ختم القلب ختم الفم ختم اليد يقول كل ديني أنا لخصلك في ثلاث كلمات كالشعار شعاري هو ختم الفم أدير بالي على ما أقول ختم القلب أدير بالي على ما يختلجه في صدري ختم اليد أدير بالي ما أتطرف مع هذا اليد ذاء الآخر يشوفوا هذا أصبح شعار لهم تقول العفو أنت مثلا كصاب شنو شعاركم يقول ختم اليد ختم القلب ختم الفم شوفوا شلون جميل أو مثلا يعطيك شنو يعطيك مفتاح الحين ترى أنا هذه جبته مقدم راح أجيبك إلى الديانة الإسلامية هي بلي احنا بعد عندنا الشعار فمثلا أو مثلا لما تأتي إلى الديانات كلن كلن يأتي برمز بمفتاح مثلا لما تأتي إلى الزراد دشتية تقول أنت شنو شعاركم يقول احنا عندنا شعار ثلاثة الفكر الحسن العمل الحسن القول الحسن هذا شعار زين فأنت جنابك لما تتكلم مع واحد لازم عندك شعار أنت شنو شعاركم شنو الإيمان فهمني نقول بل نحن بعد نقول بل بشكل أبهى وأنبل وأتم وأشرف وأجمل مما قلتم أنتم الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان شوفوا شلون جميل كل هذا تقدر تجمع في كلمات ثلاثة الإيمان الإيمان معرفة معرفة بالقلب إقرار باللسان وعمل بالأركان البعض يقول قلبك صاف يقول لا معرفة بالقلب صح إقرار باللسان أنا قلت أنا صليت جيد عمل عمل بالأركان لازم توظف هذا الجوارح والجوانح في خدمة الله فالإيمان شوفوا ثلاث شعارنا ثلاثة الإيمان معرفة بالقلب إقرار باللسان عمل بالأركان في الآية الشريفة شا تقول إن الذين آمنوا خلنشوف من هم خير البرية هاتان الآيتان تذكران صفات ثلاثة لخير البرية إن الذين آمنوا الإيمان قبل شوية ذكرنا شنو معنى الإيمان معرفة بالقلب إقرار باللسان عمل بالأركان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات عمل يعني حركة عدم الفتور عدم الخمول وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند رب هذي اثنين بعد أكو وحدة جزاؤهم عند ربهم هذول شنو الله راح يجازيهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار هنا لمن تمعن النظر في هذه الآية الشريفة الله سبحانه وتعالى قسم نعيم الجنة طبعا أنا راح أربط الموضوع بما نحن فيه من من عيد الغدير الأغر وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعدين القرآن يقسم النعيم إلى اثنين لأن الإنسان مركب من جسم وروح صحيح ولا لا الإنسان مركب من جسم وروح فنعيم الجنة تنقسم إلى نعماء مادية ونعماء روحية شلون نعم مادية نعم روحية هذه الآية قاعد تشير تقول جزاؤهم عند ربهم جنات عدن شنو هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها هذه مادية تجري من تحتها الأنهار خالدين في الخلود الإنسان يبحث عن الخلود حتى في زمان يعني في الأوائل يعني الأوائل كانوا يبحثون عن اكسير الحياة كانوا يبحثون عن اكسير الحياة لأن الإنسان يبحث عن الخلود ويكره الأضمحلال والفناء الله يقول بالقيامة بالجنة شنو راح يصير تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بعد خلود ماكو أضمحلال هذه بعد بشرى سارة لكن من النعم المادية الخلود خالدين فيها أبدا بعدين نأتي إلى أن نعمل معنوية رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه صارت مادية أو معنوية رضي الله هذا رضى الله هذا أكبر شنو أكبر نعمة من الله للمؤمن في الجنة رضي الله عنه هناك الآية الشريفة شتقول لمن تذكر نعم الله ورضوان من الله أكبر لمن المؤمن يرى نفسه برضى الله بموضع نظر الله يقول هذا أكبر من كل تلك النعم المادية ورضوان من الله شنو رضوان من الله أكبر فهنا أرجع وأقول جنات عدن تجري من تحت الأنهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضو عنه إذا تسمح لي بين القوسين أيضا فائدة فائدة قرآنية تجويدية راح تفيدنا في الصلاة راح تفيدنا في الصلاة قلنا راح نربط الموضوع بما نحن فيه من أيام الغدير لكن هذه بعد فائدة تجويدية ألا وهي كالتالي إخواني إحنا عندنا هذه راح تفيدك في الصلاة إحنا عندنا حروف يرملون حروف يرملون نون الساكنة أو التنوين إذا إذا وصلت إلى حروف يرملون هناك إدغام إدغام وهناك في حرفين في أي حروف أكو إدغام ياء راء ميم لام واو نون هذا إدغام تارة الإدغام يكون إدغام تام وتارة إدغام بإبقاء صفة الغنة لأن النون عندها غنة بس أعطيك الشاهد اللي نحتاجه في الصلاة إذا النون الساكنة والتنوين وصل إلى لام وراء إدغام تام بدون إبقاء أي صفة للنون أعطيك مثال أعطيك مثال مثل ما نحن في الآية اللي تلوتها على مسامعكم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تنوين أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن تنوين وصل إلى راءة إدغام تام رضي الله عنهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار وخالدين فيها أبد رضي الله عنهم يعني يقول نهائيا لا تذكر النون نهائيا النون تحذف بجميع صفاتها لا أثر لها في الوجود إدغام تام خلق راه على مسامعك جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت ها الأنهار وخالدين فيها أبد رضي الله عنهم شوفوا أبد رضي الله عنهم لعل تسأل هذا شنو راح يفيدنا وان راح يفيدنا بالصلاة لمن تأتي إلى سورة التوحيد سيد الكريم مولاي العزيز بسم الله الرحمن وهذا خطأ شائع عند بعض المؤمنين مو الكل البعض ميلتفت ولعل يقع فيه محظور شرعي بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن هنا نون ساكن بعدها شنو ولم يكن وراها شنو تفضلوا ورا النون ولم يكن لام لام ورا ادغام تام فلا يبقى اي اثر للنون نهائيا النون تحذف كأن لم تكن ها ابدا نهائيا شوفوا ولم يكن يكن البعض يقول يكن لا غلط يكن له على طول النون لا اثر لها في الوجود اهني لمن تدغم ابدا ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن ادغام تام دققوا ولم يكن النون موجود ولم يكن له كفوا احد قل نرجع على بحثنا فهنا اكو ادغام تام خالدين فيها ابد رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الصفة الثالثة لمن هو خير البرية لمن خشي ربه سؤال سؤال قلنا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية الا تكفي الا تكفي هاتان الصفتان في من هو خير البرية نقول نعم فليش قال ذلك لمن خشي ربه نقول صح تارة الانسان يعتاد بالعمل الخيري لعلى الصن مو مؤمن انتو شايفين في ارجاء المعمورة فلان الفلاني او فلانة من الممثلات كذا البعض يقول اشقر عنده اعمال خيرية ما ادري ما تكفل يتام كذا نقول زين الفقر الاخيرة من الآية انت دققت فيها تقول ذلك لمن خشي ربه لعل هي متعودة ترعرعت في اجواء تربوية تثقيفية توعوية تقول هذا عمل جيد خلت كفلي يتيم ايتام كذا اسو مشاريع خيرية اساعد الفقار جيد اما لمن لمن خشي ربه مو معلوم لعل عامل البيئة لعل عامل التربية لعل مثل هذه العوامل تؤثر عليه او عليها يقول هذا جيد اما عد الله اذا الانسان يريد يوصل الى درجات عالية يتسلق سلالم الكمال والنجاح ويحلق في سماء المعنويات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وبعدين ذلك لمن خشي ربه في نفس الوقت عنده خشي من الله يعني ما يفعله انما يكون لله جل وعلا اذا كان لله جل وعلا هذا يتجسد في محبة محمد وآل محمد فمن ها المنطلق اكو حديث متفق عليه انه كان النبي جالس اذ دخل عليا عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وآله مشيرا الى امير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين من بايع البيعتين وهاجر الهجرتين ومن لم يشرك بالله طرفة عين اسد الله الغالب علي ابن ابي طالب قال له ان هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة ثم التفت الى الناس قال اعلموا الا انه اولكم ايمانا بالله واقومكم بامر الله واوفاكم بعهد الله واقضاكم بحكم الله واعدلكم بالرعية واعدلكم بالرعية واقومكم بالسوية واعظمكم عند الله مزية فنزل جبرائيل يهنئ رسول الله ويتلو عليه هذه الآية الشريفة ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه فمن ذلك اليوم فصاعدا كلما دخل علي على رسول الله كان يقول الناس والله دخل علينا خير البرية بعد رسول الله محمد فامير المؤمنين هو المصداق الاتم لمن هو خير البرية نسأل الله ان يوفقنا للعمل الصالح ان الذين آمنوا ايمان عمل صالح والخشي من الله لندخل في اطار من ادخله الله في نعم خير البرية الا وهو امير المؤمنين وهذا يتطلب مقومات اخواني مؤهلات ان شاء الله تمسك بحجزتهم تحلي بالواجبات تخلي عن السيئات الا وانكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني اذا الانسان يكون في جادة الصواب الله سبحانه وتعالى لا يتركه سدى لا يتركه سدى الا ان يرى طريق الخير ويميزه عن الشار نسأل الله ان يوفقنا وإياكم للتمسك بحجزتهم بحجزتهم هذه الخشية والعكس منو صلوا منو صلوا عليه وسلموا تسليما منو صلوا عليه امفلج ثغرك مجوهر ورحيق ورحيق رضابك مسكر قد قال لثغرك صانع ما سمعك الا اعطي وثار والخال بخد كم مسكن نقط تبي الورد الحمر ام ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر عجب المل جمرة تذكو وبها لا يحترق الغنبر يا من تبدو لي وفرته في صبح محياه الازهر فأجل بي بالليل اذا يغشى والصبح اذا اسفار امفلج ثغرك ام جوهر ورحيق رضابك ام سكر قد قال لثغرك صانع الا كوثر الا اعطينا عفيا بيك الا اعطينا اوثر قد قال لثغرك صانعوه الا اعطي ثر الا اعطي لكل فلقد اسرفت وما اسلفت لنفس ما في اعذر سوت صحيفة اعمالي ووكلت الامر الى جار صوت صحيفة اعمالي سوت صحيفة اعمالي ووكلت الامر الى الكل يقرؤ سوت صحيفة اعمالي ووكلت الulum الى جار سوت صحيفة اعمالي ووكلت الامر الى دار ووكلت الامر الى ووكلت الامر الى دار وهو كهفي منه وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر قد تمت لي بولايته نعم الجمة على التشكر لأصيب بها الحو الأوفى وأخصص بالسهم الأوفى هل يمنع لي وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثار قد قال لثغرك صانعه إلا أعطينا كل يلا آخر جواب إلا أعطينا كل الكلت لجالك بالأيام جحت واتمق ما أبي شبّر فاسأل بدراً واسأل أحداً ما فيها الأمر ومن أرد الأبطل ومن دمر من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر من قدمه طاوى على أهل الإيمان له أمر قاسوك أبا حسن بسواك وهل بالطود يقاسو الذر ألا ساوك بمن لا وآوك ألا ساوك بمن لا وآوك ألا ساوك بمن لا وآوك مثل ما جلّة الباري هاي آخر فرحة بعد ورادودنا الله يحفظه ما راح يجسر من لحسن الله يحفظه عزيزنا مثل ما جلّة الباري ما يدخله كل الناس لازم حدر يوقع وتتفضل برفعة راس عباس ضريح حسن ما تدخل إذا ما يوقع عباس ضريح حسن ما تدخل إذا ما يوقع صوتك إذا ما يوقع عمي إذا ما يوقع أعيد عليك مثل ما جلّة الباري ما يدخله كل الناس لازم حدر يوقع وتتفضل برفعة راس وضريح حسن ما تدخل إذا ما يوقع عمي إذا ما يوقع إذا ما يوقع عباس ولازم عباس يمضي للازم 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 عباس حقها السادة من تفتخر بالعباس عباس يمضي للازم يمضي للازم يمضي للازم يمضي للازم حسينيين حسينيين احنا وشيخنا عباس حسينيين احنا وشيخنا عباس حسينيين احنا وشيخنا طب وعبين النشام وما نهبط الراس دايم طيبنا وبيت حشي كل الناس حسينيين احنا وشيخنا وبيرغنا الاكبر شيء بيرغنا 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 الاكبر شيء صلوات محمدية فاطمية حسنية حسينية مهدوية صلوات ثلاثا على محمد وآل محمد صلوات ترجمة نانسي قنقر يا العلم الجبريل اسمك نزل بالتوراة وزبور وصحف وانجيل يا آية لك الآية شبه شمس الضحى على الليل يا علي يا المبدر تمام التأم وبسابع سمى شوشأب يا كوكب خبر مسند إلك تحت العرش مسند له لكن فينا الإسلام لا عابد ولا ولا سارت سفينة نوح ولا سد الاسكندر سد وآدم من عصى وأبعد باسمك يا علي تقرب قول يا علي قرب اسم النبي الهادي وباسمك وهو يتوسل يسر بالسر عذت موسى وناصر كل نبي مرسيل عصاهن تصر الثعبان كل ساحر سجد واختل سيرته وعبرت الفرعون هلكيت من طاب تلفني 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 تلول هموم تلأبني تلفني تلفت يا حيدر وعشقك تلفني أموتا وبشفا حبك تلفني وطبل الجنة من بابه احمد 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 احم حلوين العقدة البايتة مشيل الارخية صلوات علي الحق المبين أخو الهادي الأمين أميرل بارك الله علي الحق المبين أخو الهادي الأمين أميرل بارك الله علي الحق المبين أخو الهادي الأمين أمير المؤمنين أمير الله علي الحق المبين أخو الهادي الأمين الله أمير المؤمنين أمير المؤمنين ما شاء الله علي الحق المبين أخو الهادي أمير أمير المؤمنين أمير المؤمنين ما شاء الله أي علي هو الصراط بلا منازع علي كلمتي الحق للبار طايع أخو الهادي وابن عم أبو حسين علي بكل الشدد حاضر وسامع علي بكل الشدد حاضر وسامع CP جوهَ نسبة خدرا وسامع او ما شاء الله علي الحق المبين أخو الهادي الأمين من hina �avamًا verschوف ت SARS و程 الهادي الأمين للبار traction من الله هذا خبر والتمجد علي هو وزيرك يا محمد أشدد بحياة زئمك يا كرار وارفع شفا خل الناس تشهد وارفع شفا خل الناس تشهد علي الدين القويم وصراط المستقيم علي الدين القويم وصراط المستقيم شفيع المذنبين أمير المؤمنين الله أمير المؤمنين علي الحق المبين علي الحق المبين أخو الهادي الله أمير المؤمنين أمير المؤمنين منهج للعدالة والسلامة علي حب أبد ما بين دامة الله يحب ويحب لي وآله شفيع المذنبي بيوم القيامة شفيع المذنبي بيوم القيامة الله علي حب أمان يدخلك للجنان علي حب أمان علي حب أمان الله يدخلك للجنان سراج التأهين أمير المؤمنين بارك الله أمير علي الحق المبين علي الحق المبين أخو 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 الهادي علي الحق المبين علي الحق المبين أخو الهادي الأمين أمير أمير المؤمنين يا علي يا علي أمير مولاي أبو تشفو في السخية وحامي جارة علي بدين الله ما عنده تجارة القاعد تحب من يمشي أبو تراب لأن حب نفع ما بي خسارة لأن حب نفع ما بي خسارة علي الهاب الشبير يموت على الفقير أبو القلب الحنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين علي الحق المبين أخو الهادي أخو الهادي الأمير أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين شيل الله يا بالحسن شيل الله الشمس ردت العلي بعد الصلاة شيل الله يلا بارك الله شمس ردت العلي رحم الصلاة أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين شيل الله الشمس ردت العلي أمير المؤمن أمير المؤمن أمير المؤمن الله الله وشل الله يا بالحسن الله الشمس ردّت العلي بعد الصلاة شل الله الله علي والرب العلوم قدّمه علّم الإنسان ما لم يعلمه وليسأل بالإجابة يكرمه كل درء بالأرض يندل والسماء كل درء بالأرض يندل والسماء شل الله يا بالحسن شل الله شمس ردّت العلي بعد الصلاة الشمس ردّت العلي علي 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 نفس الهادي نشأتهم سواه نور واحد والضوّة نفس الضوّة لو طاها بس علي راعي اللوّة شفظ المرفوع وبدّن ما هوه شفظ المرفوع وبدّن ما هوه شل الله يا بالحسن شل الله شفظ المرفوع وبدّن العلي بعد الصلاة الشمس ردّت العلي بعد الصلاة الله 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 علي نفس الهادي نشأتهم سواه نور واحد والضوّة نفس الضوّة لو طاها بس علي راعي اللوّة شفظ المرفوع وبدّن ما هوه شل الله شمس ردّت العلي بعد الصلاة الله 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 فدوا نروح كلنا لهبة حروفة باب الله ونزورة ونقصدين نطوفة بس الله العرف بلكون تفسيرة وبايعنا عليه ولا ما نحب وبايعنا عليه وبايعنا عليه ويا الزهرة كلها فرحة الشيعة بيوم الغدير نجدد الحب حدر علي من ختم توقيعه وبس هو الأمل نرسم تصاويره وبايعنا عليه ولا ما نحب وبايعنا عليه وبايعنا عليه شاليدة بفخر وينادي المختار من بعدي ولي حدر علي الكرار والولاة باجر ما تمسي النار شيعوا على العهد نجدد السيرة وبايعنا عليه بايعنا عليه شاليدة بفخر وينادي الكرار شاليدة بفخر وينادي المختار من بعدي ولي حدر علي الكرار والولاة باجر ما تمسي النار شيعوا على العهد نجدد السيرة وبايعنا عليه بايعنا عليه ما ننسى الصميدة والله ما ننساه يا علي ولينا المحب عادي يا نهل عداه يحضر بالحشور حدرنا من ننخاء حي رب لا عليه نقضي العمر حيرة وبايعنا عليه بايعنا عليه وبايعنا عليه ما ننسى الصميدة والله ما ننساه ولينا المحب عادينا مان يحضر بالشدد حي درنا مان ننخاء حي رب لا عليه نقضي العمر حيرة وبايعنا عليه بايعنا عليه أبا يعنى علي أولا ما نحب غيره يا علي يا علي فوالله لا أخشى من النار في غد وأنتم ولاة الأمر يا آل أحمدي وها أنا ذا أدعوكم رافعا يدي خذوا بيد يا آل بيت محمدي يا علي بن أبي طالب يا سيدنا ومولانا أنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا الله يا وجيهان عند الله يا وجيهان عند الله يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله بحقك عند الله بفضلك عند الله بمقامك عند الله اللهم شافي وعافي جميع المرضى يا الله لا تخرجنا من هذا المجلس المبارك لا بذنب مغفور عيب مستور حوائج مقضية يا الله وفقنا في خدمة الحسين يا الله أن إلى الزيارة في القريب العاجل بحق الحسين يا الله إلى أرواح من مضى من أهل هذا الجمع المستمعين المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات